أخاطبكم في هذه اللحظات التاريخية العصيبة مرة أخرى وعبر خطاب متلفز وجهه إلى الشعب العراقي رئيس الجمهورية برهم صالح يضع النقاط على الحروف من خلال موافقته على تلبية أبرز مطالب المتظاهرين بإجراء انتخابات مبكرة مع تقديم قانون ومفوضية جديدين للبرلمان الأسبوع المقبل إنني كرئيس للجمهورية سأوافق على انتخابات مبكرة باعتماد قانون الانتخابات الجديد والمفوضية الجديدة للانتخابات نتوقع في الأسبوع المقبل تقديم مشروع القانون الذي نعمل عليه بالتعاون ما بين دوائد الرئاسة الجمهورية وعدد من الخبراء والمختصين والمستقلين ومع خبراء في الأمم المتحدة الرئيس برهام صالح أكد أن قانون الانتخابات الجديد سيكون مقنعا للشعب ويعالج مشكلات القانون السابق ويمنع محاولات التلاعب والتزوير واستبدال المفوضية بأخرى مستقلة حقا من رجال القضاء والخبراء وبعيدة تماما عن التسييس والمحاصصة الحزبية باشرنا فعلا بعمل متواصل من أجل قانون انتخابات جديد مقنع للشعب ويعالج مشكلات القانون السابق ويسمح بانتخابات أكثر عدلا وأشد تمثيلا لمصالح الشعب بما في ذلك حق الترشح للشباب وبما يحمي أصوات الناخبين ويمنع محاولات التلاعب والتزوير ويحقق استبدال المفوضية بمفوضية مستقلة حقا ومن رجال القضاء والخبراء وبعيدا عن التسييس والمحاصصة الحزبية مع إعادة تشكيل دوائرها بمهنية وبعيدا عن الحيمنة الحزبية الرئيس صالح أعلنها وبكل صراحة ووضوح إن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وافق على تقديم استقالته ضمن السياقات الدستورية والقانونية وبما يمنع حدوث فراغ دستوري مؤكدا مواصلته المباحثات مع مختلف الكتل والقوى والفعاليات الشعبية لإحداث الإصلاحات المنشودة لقد كان الأخ رئيس الوزراء قد أعلن موافقته على تقديم استقالته طالبا من الكتل التفاهم على بديل مقبول وذلك في ظل الالتزام بالسياقات الدستورية والقانونية وبما يمنع حدوث فراغ دستوري رئيس الجمهورية عهد في خطابه بتنفيذ مطالب المتظاهرين ومتابعة قضية شهداء وجرح التظاهرات مبينا أن صوت الشعب أقوى من أي صوت وإرادة الشعب هي الأمضى سأبذل قصارى جهدي من أجل تنفيذ المطالب الحقة وأتابع باهتمام استثناء مجريات التحقيق بما يخص الشهداء والجرحة التأريخ يعلمنا أيها الأحرار أن صوت الشعب أقوى من أي صوت وإرادة الشعب هي الأمضى ومستقبل العراق وهدفنا جميعا لأن يكون مستقبلا مشرقا وكريما ويرى مراقبون أن إعلان خطاب رئيس الجمهورية يشير بوضوح لحل البرلمان بعد إقرار قانون انتخابات ومفوضية جديدين الأمر الذي أثار حفظة الكتل السياسية وبعض النواب الذين يرون في بقاء المفوضية تحت سيطرتهم يعني بقاء المغانم والامتيازات لكن الرئيس صالح قال كلمته وحسم أمره بالوقوف مع الشعب ومطالبه المشروعة العراق يستحق منا الكثير ليكن سلام العراق وأمنه وتقدمه ورفعته وكرامة أبنائه هدفا يوحدنا جميعا